موسيقى ضبطت جهزة الأمن اليمنية شحنة أسلحة جديدة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإيرانية من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء في الوقت الذي قصفت فيه مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية للميليشيات الإنقلابية في مديريتي باجل وأتحيتا فيما تتقدم القوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي على عدة جبهات تقف أجهزة الأمن اليمنية بالمرصاد لتحركات الميليشيات الحوثية الإيرانية وتبطل مخططاتهم التخريبية ففي جبهة الساحل الغربي قصفت مقاتلات التحالف العربي عدة مواقع عسكرية ومركبات تابعة لميليشيات الحوث الإيرانية في مناطق متفرقة وطال القصف موقعا تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في مديرية باجل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوفهم كما قصفت المقاتلات تجمعات وتحصينات للحوثيين في مديرية لتحيتا وفي العاصمة صنعاء ضبطت أجهزة الأمن اليمنية شحنة أسلحة جديدة كانت في طريقها لميليشيات الحوث الإنقلابية وكشفت مصادر أمنية أن إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب ألقت القبض على شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء موضحة أن الأسلحة تنوعت ما بين قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشنكوف ومتفجرات كانت مخفية بشكل محكم في شاحنة نقل كبيرة وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تتمكنت من كشف شحنة الأسلحة على الرغم من ابتكار الميليشيات لعدة وسائل لإخفائها يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية خاصة في مأرب شرق صنعاء ضبطت أكثر من مرة شحنات أسلحة ومعدات عسكرية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد إليها بطرق مختلفة كما تقول مصادر استخبارية يمنية إلى ذلك حقق الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا في جبهة نهم شرق صنعاء حيث تمكن من تحرير سلسلة جبال رباعين والأذمغ وقال متحدث عسكري إن المعارك أسفرت عن مقتل ستة وعشرين من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات كما أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وفرار الميليشيات الإنقلابية من مواقعها